اشتركوا في القناة انتهت الـ 2016 ولأنه كتير ناس عم بتشوف انه الوقت اللي بنمر فيه صعب قررنا نشوف الجانب المضيء من الـ 2016 ونستذكر اهم الانجازات الاردنية بالسنة انجازات كتير صارت بالاردن سنة الـ 2016 واكيد شو ما حكينا ما رح نغطي كل الانجازات لكن رح نحكي عن ابرزها واولها كان انجاز اردني في عالم الفن من نصيب فريق عمل ذيب واللي ترشح لجائزة الاوسكار كافضل فيلم اجنبي بشهر اثنين بالـ 2016 الفيلم كان بيتميز بعدم وجود ممثلين واستخدام اهل المنطقة الاصليين كممثلين للفيلم قصة الفيلم كانت بتحكي عن اخين خلال فترة الثورة العربية الكبرى ما اكل رجل يعصره والخوي لا من بدالك لا تخيب له رجعه كون يمه في يمينه بل مراجل واصلة وذيابه لو بدت ما اتحقيق لك نجاة الفيلم من كتابة ناجي ابو نوار وباس الغندور ناهي عن ترشح الفيلم للأوسكار فهو حصد اكتر من 15 جائزة بمهرجانات عالمية من ضمنها بيرتش اكاديمي فيلم اووردز ومهرجان القاهرة السينمائي الانجازات بالاردن ما توقفت بعالم الفن بس لانه بشهر 8 2016 ارتفع رأس الاردن على مستوى عالمي كمان مرة لكن بمجال الرياضة لما فاز البطل الاردني احمد ابوغوش في العاب الولمبيات بالميدالية الدهبية في التايكواندو امام غريم الروسي الله 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 أكبر ألف مبروك ألف 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 مليون مبروك للعرب وللأردن احمد ابوغوش عمره 20 سنة بس هو أول أردني ياخد ميدالية بالأولمبيات في تاريخ الأردن ناهي عن انها كانت الميدالية الدهبية وعلى سيرة الرياضة انجازاتنا ما توقفت عند الأولمبيات بس استمرت كمان بخطوة رائعة باستقبال بطولة كاس العالم للسيدات تحت السبعة عشر في الأردن خلال شهر عشرة 2016 والتي تعتبر خطوة مهمة على المستوى الرياضي الاقتصادي وحتى السياحي الاتحاد الأردني لكرة القدم والجهات المسؤولة تعاملوا مع استقبال الفيفا بشكل أكتر من احترافي وتمت البطولة على أكمل وجه بنجاح وبسواعد أردنية واللي شاركت بالتنظيم والتنسيق وحتى بالأعمال التقنية والفنية ومع اقتراب نهاية السنة وتحديداً بشهر 11-2016 ارجعنا للإنجازات اللي شهرت الأردن ورفعت راسها للعالمية لكن هاي المرة كانت بالمجال العلمي وكانوا أصحاب المجد هاي المرة مروان ماركوس وسلاف مالك سلاف هي بطلة العالم في المصابقة السمعية للحساب الذهني أما ماركوس مروان فحصل على المركز الأول في مسابقة عالمية للرياضيات في دبي والتنين أخذوا جوائزهم ضمن برنامج يوسي ماس وهي مسابقة مخصصة لتطوير الطاقات العقلية المميزة ما بين سن الأربع سنين للاثناشر سنة مروان ماركوس تحديداً كان حالة خاصة مش بس لأنه رفع راسنا في المجال العلمي لكنه تميز بهاي الجائزة لأنه أخذها بعد وفاة والده بعشر أيام فقط ومع هيك ما خلى الحزن يهزمه وتفوق بمجاله شهر 11 ما كان إنجاز علمي فقط ورجعنا فيه للإنجازات الفنية لكن هاي المرة كان الإنجاز بخصنا في رؤيا لما رؤيا أخذت جائزة اليوتلسات تي في أورجز العالمية عن فئة القنوات الليف ستايل قناة رؤيا حصلت على الجائزة في حفل أقيم بمدينة ميلانو الإيطالية مقابل منافسينها واللي كانوا قنوات من روسيا ونيجيريا نهاية السنة مرت علينا ظروف بالرغم من صعوبتها إلا إنها انتهت بإنجاز أردني عظيم وهو استمرار الأمن والأمان بأرض الوطن وكانت أحداث الكرك واللي حصلت بشهر 12 2016 واللي راح ضحيتها 13 شهيد واللي تضحيتهم ما كانت هدر واللي انتهت بالقضاء على المعتدين والإرهابيين واللي أطلقوا الرصاص في هذا اليوم على بعض دوريات ومراكز الشرطة ومع إنها كانت تجربة صعبة على الأردن إلا إن بقاء الأمن والسيطرة على الموقف بوقت قياسي كان إنجاز أردني عظيم خصوصا باعتبار الظروف المحيطة بالدول المجاورة واللي بنتمنى لهم سنة جديدة بسلام أكثر صحيح أعزائي مشاهدين عديد من الإنجازات في عام 2016 كما أجملها التقرير الذي شاهدتمه بينها ما هو علمي وبينها ما هو رياضي ومنها ما هو إبداعي أو فني وبالتأكيد لا حصر لكل هذه الإنجازات هناك أردنيون ينجزون وقد لا نراهم أو يراهم الإعلام فلاهم أيضا كل التحية والتقدير من الإنجازات التي كانت في هذا العام حصول نائب رئيس محكمة التمييز القاضي الدكتور محمد التراوني على جائزة دولية في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص ليكون أول قاضي عربي يحصى على مثل هذه الجائزة دكتور عبلة كيف تنظرين مثل هذه الحالات الإبداعية وهذا الإنجاز الأردني في هذا الصدق يعني مسأل خير لكم كافة سادة المشاهدين يعني هذه النقاط وهذه الإنجازات بتأكيد هي نقاط مضيئة في تاريخ العلم الأردني وبتأكيد هي إضافة أيضا إلى سجل الإنجازات يعني القاضي التراوني حصل على هذه الجائزة على الرغم من أنه إحنا ما زلنا بحاجة إلى جهد كبير ومكثف أيضا في مجال العنف ضد المرأة لكن المعايير التي اعتمدت لجائزة القاضي محمد التراوني هي تتحدث عن القضايا الدراسات التي كانت في مجال حقوق الإنسان وأيضا تطبيقات الأردن فيما يتعلق باتفاقيات حقوق الإنسان وهذا العنف ضد المرأة وبتأكيد هذا أمر الأردن قطع شوط كبير في هذا المجال في مجال حقوق الإنسان وأيضا في مطالباته فيما يتعلق بملف العنف ضد المرأة هناك مطالبات من مجلس النواب هناك مطالبات مؤسسة المجتمع المدني وهناك أيضا مطالبات من الأكاديميين أيضا فيما يتعلق بملف العنف ضد المرأة هذا بالتأكيد حسب للأردن وكان هذا نتاجه كالجائزة التي تحصل عليها الدكتور القاضي محمد تروني أيضاً هناك إنجازات لطلابنا لمدارسنا الحقيقة مدارس وبدعين طلاب حققوا جوائز عالمية وعندنا هذا شيء مضيء نحن يومنا نكون متفائلين فهذا كيف يمكن أن نبني عليه صراحة هذه الأمور لازم نبني عليها لازم ننظر لها بتفائل لازم ننظر لهذه الفئة التي تحقق إنجاز بناظر التفائل واستثمار لازم ننظر فيهم كيف نتحرك كمجتمع اتجاه هؤلاء اليوم أنا متفائلة يعني وجداً متفائلة يعني دائماً بعتبر أنه 2016 أو السنة القبليها هي نقطة أساس أو بداية أساس لما هو قادم وعادة التقييم يكون من خلال يعني أنا ده بدي أقيم 2016 بدي أطلع على نقاط القوة وما بدي أحكي نقاط ضعف بدي أحكي فرص تحسين يعني أنا بدي أعتبر اللي أخطأت فيه في السابق ما بدي أكرره وبي أحسنه بدي أداءه محسن في العام القادم بتأكيد الإنجازات اللي كانت في 2016 لشبابنا وشاباتنا يعني هذا بتأكيد إنجاز يعني إنجازات رائعة كانت مكثفة أيضاً في 2016 كان هناك العديد من الجوائز المساهمات من الإبداعات بدنا نستثمر فيهم بالتأكيد من نستثمر فيهم بدنا يتواصلوا معنا بتأكيد بنا يتواصلوا معنا الشباب طاقة جهد يعني ثروة بالنسبة لنا لكن إحنا بحاجة حتى أن مؤسساتنا التابع بحاجة لوزارة الشباب وين وزارة الشباب عن هذول الشباب حتى يعتبروا نموذج لما تتبنىهم وزارة الشباب إحنا بحاجة إلى تبني وزارة الشباب لتلك النماذج حتى أنه حتى أن يكون إلهم حتى نعيد إنتاج هاي النماذج في المستقبل حتى نشعر شبابنا أنه فعلاً هناك جهة تتبنى هذه الطاقات تتبنى هذه الإنجازات تتبنى كل ما هو جديد يخرج من جيل الشباب بدنا نرسخ وزارة الشباب أولاً وعطيها دورها في هذا الجانب بالتأكيد ونفتح له المجال حتى تقدر تستثمر في شبابنا وأنا هنا برضو عندي كمان سؤال بعد إذن دكتور مهند نعم نحن نحكي إنجازاتنا هل هي فردية ولا هي جماعية؟ وأساسية وشراعية وأساسية يعني وبدي أسذكر هون إنجاز رؤية وبدي أبارك لكل فريقنا وأنا أبارك أيضاً لرؤية لنا تستحق لأنجز هذا وإنجاز دولي ويعطيهم العافية جميعاً هاي جهود الشباب جهاز اللي كانت فيها طبعاً طبعاً بس اليوم نحكي عن أفراد نادراً ما نشوف مؤسسات هاي حالة فردية ولا؟ وكيف نرمنها إذا كانت حالة فردية؟ كيف ننخليها حالة مجتمعية؟ حالة مؤسسية حتى نتطور نتقدم ونستثمر في أنفسنا على أقل تقدير نعم يعني النجاحات اللي صارت مصبوطة يعني يمكن الواحد يخلط هل هي مؤسسية ولا هل هي فردية يعني دائماً النجاح هو تراكمي وبدي يكون يعني متكاتف فيه أو بدي تكون يعني أكتر من بنائي يعني أكتر من جهة شاركت وساهمت في هذا النجاح لكن إذا الفرد يعني نافس على مستوى قرناء من الأفراد أو مثلاء من الأفراد هذا بدي يكون فردي لكن إذا طلع لبرة ونافس بشكل مثل الأردن أو مثل مدرسته هذا يعتبر مؤسسي يمكن يكون فردي بس مما أنه مثل مدرسته أو مثل جامعته أو مثلات بدي يكون مؤسسي لكن أنا يعني الفكرة أنه إذا كان هناك نجاح لمدرسة أو لجامعة أو لأي جهة نحن بهمنا أنه يعني يستمر هذا النجاح يعني مش أنه الجامعة الأردنية أو الجامعة الهاشمية طلعت أخذت جائزة جابها مثلاً دكتور أو فرد أو طالب وانتهى الأمر لا إحنا بهمنا أنه تستمر هذه النجاحات حتى يعتبر هذا النجاح مؤسسي وليس نجاح فردي أو تمييز مؤسسي وليس تمييز فردي صحيح بس بالمجمل كان فيه ظاهر يعني ظاهرات فردية هي صحيحة لكنها هي تعكس ربما بيئة اجتماعية بتأكيد البيئة نعم مروان جوينات فاز بمصابقة يوسي ماس وعد أخزاعي الأولى بمصابقة يونيدو المهندسة أردنية ريادية هدى الحسيني أيضاً ترفع اسم أردن عا في نيويورك في الجائزة الفضلية في مصابقة استفي العالمية للنساء في الأعمال أيضاً سلاف عبد النبي 16 عام من مدارس الجامعة التابة الجامعة الزرقاء فيما يتعلق بالرياضيات أيضاً في شب أو طالب من الحصن أيضاً في موضوع الرياضيات تفوق أيضاً في دبي مجمل هذه الحالات الأردنية برغم كل ما لدينا من تحديات نحن نقول هي تبشر بالخير وتبشر بقدرة الناس يعني هناك رغبة في التنافس هناك رغبة أيضاً في رفع اسم الأردن هناك يعني تعتبر نقاط إيجابية بالتأكيد وتسجل للأردن بشكل عامل دائماً ننظر بطموح أكبر للعام القادم وإن شاء الله العالم الإقديسات عشان ما ننسى الموضوع السرطان أيضاً شكراً إلي ويطير عافية وإحنا ما بنننسى كمان أبو غوش صراحة على الصعيد الرياضي حقق إنجاز رفع رأسنا كلنا كأردنين ورفع عالم أردن عاليين يشكر كل شكر دكتورة شرفتين في هذه الرياضي كل عامتي بخير نعلى لك بالصحة والسلامة دائماً بألف رئيسات